هي سورة من قصار السور لكن شرفها كبير وفضلها عظيم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قراءتها في الوتر وفي الركعة الثانية من راتبتي المغرب والفجر وللسورة أسماء عديدة فهي سورة الإخلاص وسورة الصمد وسورة الأساس وسورة التوحيد والتفريد والتجريد وغيرها وتعدد الأسماء يدل على شرف المسمى من فضائلها أنها تعدل ثلث القرآن فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ومن فضائلها أن من قرأها عشر مرات كان له قصر في الجنة ففي الحديث من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة وقد أحب الله تعالى رجلا لحبه إياها فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحد فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه ومن السنة الحرص على قراءتها مع المعوذتين كل ليلة قبل النوم فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات